للمرة الأولى يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد في محفل دولي والأعين الإسرائيلية مصلطة عليه خاصة من قبل المعارضة فما هي التحديدات والتحفيرات التي سيحملها نفتالي بنت للمجتمع الدولي خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني الذي طالما كان سلفه نتنياهو يطرحه في اجتماعات الجمعية العامة محاولا تشكيل حلف دولي لوقف المشروع النووي الإيراني نحن لا نعرف أنفسنا وفق الآخرين لا إيران ولا الفلسطينيين أقترح أن يتعامل قادتهم مع شعوبهم في تحسين أوضاعهم ووقف هذا الهوس بدولة إسرائيل المجتمع الدولي يريد أيضا معرفة موقف إسرائيل الرسمي من تهديدات الرئيس الفلسطيني بسحب الاعتراف بإسرائيل الأمر الذي اعتبره وزير الجيش الإسرائيلي بني جانس صعودا على شجرة من الصعب النزول منها ونحن على استعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية وفي حال عدم تحقيق ذلك لماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائما على أساس حدود عام 67 لماذا يبقى هذا الاعتراف المراقبون في إسرائيل يؤكدون أن الحكومة الحالية لا تستطيع القيام بأي خطوات جدية في المصار السياسي لأنها قد تنهار في حال انسحب أي عضو كنيسة من الاتلاف الحاكم أي أنها غير مستقرة بنت نفسه أعلن أنه غير معني بالاجتماع مع عباس وترك الأمر لوزير الجيش باعتبار العلاقة مع السلطة الفلسطينية أمنية واقتصادية بحتة ولن تكون سياسية يقول المراقبون في أنه في اللحظة التي سوف ينتهي نفتالي بنت من خطابه في الأمم المتحدة سوف يبدأ بنيمين نتنياهو بشن هجوم عليه ليقول بأن نفتالي بنت ضعيف ولا يستطيع مواجهة المجتمع الدولي وأن نتنياهو وحده القادر على وضع الملفات الإسرائيلية على طاولة العالم أحمد البديري قناة الغد على القدس المحتلة